أكد الوزير الأول على ضرورة إعادة النظر في قانون جمارك وكافة نصوص ذات الصلاة بما يشعله يتنغم مع الغيات المنشودة مع القانون الجديد للاستثمار الذي يراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية أقوى ومستدامة وأقتنم هذه الفرصة لأؤكد على ضرورة القيام بإعادة النظر كما قلت في قانون جمارك وكافة النصوص ذات الصلاة بما يشعله يتنغم مع الغيات التي ننشودها من القانون الجديد للاستثمار الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء الديناميكية الاقتصادية القوية لبلادنا والمستدامة